بالكاد يجد العام أبو صالح وقتاً لتصليح الحقائب المدرسية وقد تراكمت على أرضية محله قبيل العام الدراسي مشهد يعكس عسر حال مواطني الضفة الغربية ممن أدركتهم السنة الدراسية وهم في غفلة من صيف اشتعلت به المنطقة والله عندنا كان ضغط مش طبيعي ما تصورت شيء بس أنه بدك تقول يعني مبيني أنه الحال الوسط ما كانتش الصلح صار يصلح والحال الفقيرة أصلاً ما هو كل سنة بيجيبها وزيادة كمان حتى اللي بطراني ومعال ووضعها مش عاطل صار التاني يصلح عرفت كيف فصار كتير من نسبها يقولك ليش أرميها لا يزيد دخل أم محمد من بيع الخضار التي تزرعها في بيتها عن الخمسة عشر دولاراً في اليوم دخل متواضع قد يغنيها عن السؤال ولكنه بحسبها لا يفي بحاجيات أبنائها العشرة مع بداية عام دراسياً مستشر الأزمات أعطيتهم شنتات أجداد أعطيتهم شنتات حمنا أول هذا هو أعترضوا؟ أعترضوا أعطيتهم شروحة أعترضوا أننا الجرسوا هنهين هنا يقولهم يلا يلا وهم يقولوا لا ممنون شنتات أجداد قلت لهم أنه يوم بجيب لكم بزرع بالبلات بزرع بندرات بلدية كساية هذول الكساية اللي عندي هذي كمان شو بدي ساوب دعيش الأولاد لم تعود جهود المؤسسات الداعمة تفي بحاجيات ومتطلبات سكان الضفة الغربية في ظل حاجات ملحة أخرى طفت على السطح وتصدرت أولوية هذه المؤسسات كما جرت العادي كل عام بيكون مجموعة من المبادرات لتوزيع الحقائب باحتياجات بدء المدرسة أو العام الدراسي هذا العام له خصوصية كبيرة كل الدعم والتبرعات توجهت لأهلنا في قطاع غزة العدد النازحين هائل الأطفال المحتاجين للحقائب والقرطسية هائل في ذات الوقت تأتينا طلبات من الضفة الغربية من القرطس لأهالهم يحتاجوا وتعودوا أن يأخذوا هذه الحقائب بشكل سنوي في الضفة أم في غزة هم ذات الأطفال مع ذات الاحتياجات والأمنيات أما الاختلاف الوحيد هو أن همومهم الكبيرة أصبحت تفوق احتمال ظهورهم الصغيرة عام دراسي جديد بذات أزمات المنطقة المعتادة يحملها هؤلاء التلاميذ فوق ظهورهم المحملة أصلاً بتبعات صراعات لا يجدون تفسيراً لها أو مخرجاً من إنعكاساتها عليهم لليوم على الحرام رفاة العزة من رمالله ترجمة نانسي قنقر